اقتراب الزيدية من الفكر الإمامي هذا كان الفكر الأول أيام الثورة في القرن الثاني الهجري وواسط القرن الثاني الهجري وهم يتأهبون لثورة على الأمويين فكر إنساني عام ولكن بعد ذلك حصلت تطورات وغلبت تيارهم على تيار غلبت جارودية على بقية التيارات المعتدية الأكثر ديمقراطية اقتراب الزيدية من الفكر الإمامي وربما كان أول تطور حصل لدى زيدية في صفوف زيدية هو حسر الحكم في السلالة العلوية الفاطرية أبناء الحسن والحسين فقط ومع ذلك فلم يكونوا يدعون العصمة لعامتهم أو النص عليهم من الله مثل ما يدعون الإمامية وقد كان ذلك بتأثير أبي الجارود زياد بن زياد الهمداني الكوفي الذي انتقل من شيعة الإمام الباكر بعد وفاته طبعا لم يذهب الإمام الصادق ذهب إلى زيد انتقل إلى التيار الزيدي وأيد الثورة مات وقولي بأن الإمام الشورى في ذرية الإمام علي إليه من قيامه فمن خرج منهم مستحقا للإمامة فوق الإمامة على العكس من التيارات الأخرى الزيادية كالسليمانية والبطرية والسالحية التي كانت تقول بالشورى بصورة واسعة لا تقتصر على البيت العلوي الفاطمي الإمامة لا تقتصر على البيت العلوي الفاطمي لاحظوا صار عندنا قد تيارات وقد تكرس التمحور حول أهل البيت وحقهم في الإمامة مع مجيء الزعيم الجديد محمد بن عبد الله النفس الزكي الذي كان يؤمن بحق أهل البيت بالخلافة وهو ما أدى به إلى رفض الاعتراف في شرعية الخلفاء العباسيين فكتب إلى المنصور العباسي المنصور بايع للنفس الزكية في الأبواء سنة 126 ثم تمرد عليه عندما استلم السلطة نكر كل شيء فقال له ذكره في رسالة كذا للنفس الزكية إلى المنصور إن الحق حقنا وإنما دعيتم هذا الأمر بنا وخرجتم له بشيعتنا وحضيتم بفضلنا وإن أباناك أليا كان الوصي وكان الإمام فكيف ورست ملايته وولده أحياء فتعال الطون السلطة إنا فكان بثورة عليه سنة 145 وتعزز القول بحق ذرية الإمام علي بالحكم والخلافة فيما بعد على أيدي الإمام الرسي بعد ميس سنة تقريبا طبعا هل من السنة شهدت حركات زيدية عديدة حركات شعية كانوا مختلطين والزيدية كان هم يسيطرون على الساحة الشعية في الكرن الثاني والثالث نجري وحتى الرابع أيضا كان الحركة ما كان الإمامية لهم جماهير كبيرة الإمامية الاثنى عشرية يعني أصبحت عشرية بعدين فالزيدية هم الحركة جماهير الشيعية المعارضة هم كانوا سيطرون عليها وقاموا بثورات عديدة بعد ثورة النفس الزكية وأخيه إبراهيم في العراق ثورة ابن طبع طبع في نهاية الكرن الثاني في الكوفة أيضا وامتدأ لها الأمناطق راسعة جدا فابن طبع طبع محمد ابن إبراهيم اللي كان يقود هذه الثورة وكان هو شاب صغير فأعلن دعوته في الكوفة سنة مئة وتسعين قاد ثورة ابن أبي السراية تسمع أيضا الحاكم القائد العسكري ابنه أبي السراية في عهد المعمون فتوفي هذا أو سشهد فأجى أخوه استلم الراية الإمام الرسي القاسم ابن إبراهيم ولد سنة مئة وتسعة وستين وتوفى سنة ميتينو ستة واربعين الإمام الرسي كتب كتب كثيرة وصار ينظر لنظرية الإمامة وحصرها في عائلة معين وأنا قرأت كتابه كتابه موجود لأنا كل واحد من أجل وقاد هذا الشخص القاسم الإمام الرسي القاسم ابن إبراهيم قاد حركة زيدية قوية وعريضة معارضة لأعباسين طيلة النصف الأول من القرن الثالث حتى أعتبر الحقيقة هو مؤسس الفرقة الزيدية اللي استمرت عبر التاريخ واستطاع حفيده الحسين بن الحسن ابن القاسم أن يستولي على اليمن طبعا صحيح حركات ثورية هنا وهناك يعني عدد من البيت في طبارستان في المغرب في الجزائر في كده وكان حركات ثورية عديدة يعني الآن ما في معرض استعراض التاريخ الزيدي إنما في معرض استعراض الفكر السياسي الزيدي تطور الفكر السياسي فهذا الإمام الرسي كتب كرس الحق في الإمامة بصورة عامة في ذريف الإمام علي الحسن حسين فقط في كتابه تثبيت الإمام تثبيت الإمام لاحظوا يحاول لثبت الإمامة في آئلة معينة الذي تحدث فيه عن تفضيل الله لذرية النبي محمد صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم على سعر الخلق هؤلاء مفضلين والحكم لهم وهم هم الحاكمين نظرية يعني مثل نظرية الإمامية وقال في كتابه أحمد الله أقراركم نص فكر من عنده والبقية عليكم أحمد الله فاطر السماوات والأرض ففضل بعض مفطوره على بعض ألو منه تعالى للمفضلين شكره وإحسان للمفضولين نزداد في ذلك من أمره ليزيد الشاكرين في الآخرة شكرهم من تفضيله وليذيق المفضولين لسخط إن كان منهم في ذلك من تنكيل إذا عرضوا أو رفضوا الله يعاقبهم يوم القيامة يذيق المفضولين لسخط إن كان منهم في ذلك من تنكيله ابتداعا في ذلك للفاضلين بفضله وفعلا فعله بالمفضلين عن عدل الله عادل هو حتى لو فضل جماعة على جماعة فهو عادل ويقول الله جل ثناء وطبعا استعان بآيات قرآنية أولها في هذا الموضوع تباركت بقدسه أسماءه لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون وقال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى ويقول تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم أن ربك سريع العقاب وأنه لغفور الرحيم واعتمد الرسي في بناء نظريته في الإمامة على عدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وقال فأما وجوب الإمامة ودليله فوحي كتاب الله أزوجل وتنزيله فاسمع لسنته في الذين خلوا من قبلك وتفهم تتقدم لواءها عن الله تعلم سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يهمون فبانت الرسل سلوات الله عليها من الأوصياء ما جعل الله من هذه الدلائلة لهم وفيهم وبانت الأوصياء من الأئمة ما خصها الله من التسمية وألما يعرف لها عند رسلها أو علما من المنزلة وما كانت الرسل تليها به أقوال التفضلة كنحو ما جاء في علي عليه السلام عن الرسول كقوله من كنت مولاه فعلي المولاه اللهم والي من مولاه وعادي من عداه وكقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وأنت قاضي ديني ومنجز وعدي واستشهد هذا الإمام الرسي بآيات براثة الأنبياء وذريتهم وقال ثم قال الله تعالى لأبناء إبراهيم خاصة من دون المؤمنين ملة أبيكم إبراهيم عام هو خصص الله ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس طبعا بحث مفصل هذا الكتاب تحقيق صالح الورداني تباعت مركز الغدير للدراسات الإسلامية في بيروت الطبع الأولى 1998 وقد شكل ذلك الفكر الإمامي الأنزيدية من الشورى المطلقة الحرة إلى الفكر الإمامي ذخيرة الإمام يحيى ابن الحسين الملقب بالهادي إلى الحق لتأسيس الحكم الزيدي في اليمن عام 1983 والذي استمر إلى مئات السنين حتى وقت قريب ترجمة نانسي قنقر